بس إذا تعمل صفتوير لطبيق أو موقع ماشي حلو جداً إن أنا لو جيت أعمل أي موقع عموماً وقلت للمستخدم دخل بالضبط برافو إن أنا لما جي بعمل برنامج بشوف هو للمستخدم دخل الباسورد صح ولا لأ؟ يعني أنا مثلاً دلوقتي لما بجي أفتح برنامج فيسبوك في الأول بيقول لي دخل الباسورد لو صح بدخل زي ما فرس كان عملها فرس كان عملها حلو جداً كان قايل إن هو لو الباسورد صح يقوله أهلاً يعني كأنه يعني فتح الصفحة خلاص لو لأ فبيوقفه بيقوله رونج باسورد أوه أيوة أنا لما بكتب الباسورد بيقول لها حلو جداً دي بقيت فكرة حلوة جداً ودي بقى أكتر تطبيق على موضوع الموقع إن إحنا لو حبينا نعمل موقع فبنعمل كده بالضبط بنقوله دخل الاسم اللي هو اليوزر نيل دخله صح طب دخل الباسورد تمام دخل الباسورد صح يبقى هو جدا يدخل غلط بيقوله غلط في ألعاب وطب بقاطل ما مدخل الباسورد غلط أو مش نفس الشكل بيوقفك بيوقفني يقولي عادي تاني أو ما بيردوش يدخل ده بقى اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت اللي انتو عملتوه كمان بأديتي او تفضل يا تفارس بيش رواني أنا كنت عايز حضرتك تشرحيني حاجة تفضل ده كنت عايز مرة الفاتت كنت عايز اضيف حاجة اللي هو لو مسلت بعد عدد معايد لو دخل الباسورد غلط عدد معايد يعمل زي يلوك كريدو دابا او يبعض ترسالي لأ مش هناخدها المرات دي هناخدها المرة الجاية موضو دا انا اخدها المرة الجاية ان انا اشوف عدد مرات معاين ان انا اشوف هو ادخل كم مرة دي لو انت فاكر في السكراتش خدناك حاجة اسمها لوب لوب او تكرار او دي احنا هناخدها برضو هنا في الفايتون بس استشن الجاية استشن الجاية بازنالي بازنالله في بس حاجة كنت حابة ان انا اقول عنها قبل ما ابدأ استشن واحنا خلاص هنبدأ استشن بس حابة اقول حاجة قبل ما نبدأ انا بس حابة اشكر شخص معين كده النهاردة وهو فارس لان هو امبارح بجد حاول كثير قوي 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 الان هو يطلع الاول في فدتانا وانا كنت اعتقد ان اه ما بعد كذا مره فانا كنت خورة جدا به انه و كل شوية بيحاول حتى لو في غلطة بيحاول تاني لان في ناس اتنا bubbly اتطلق غلط خلاص مش بيعطولي تاني فتيجع انت حاجة حلوة وتمنى انت كلك وتعملوها ان ان اي حد ويف قدامو حاجة يفضل يحاول فيها كذا مره حتى مسلاً ما نفكرش لا ده ما كده التيتشر مسلاً هتزهق او ده لابعتك ازمره لا. انتو حققوا ان انتو تسألوا لحد ما تفهموا. تمام? تمامية. تمام شكراً يا فاكسي. تيتشر. طيب انها اتفضل. اقلتلي ع الواكب انتو محتاج اعمل اللي هي ارانب. فاعمل اقلتلي على الواجب ان انا ان انا بعدت الفود فانتو قلتلي. او. فاسور بعض اقصة ولا واريك الوقت. اللي انت عايزه. ممكن تعمل شير بالوقت. تمام. انا هعمل لك وعمل لش. نش. انا عايزاكو طيب على ما احمد يعمل شير عايزاكو تطبعولي الارقام من واحد لخمسة مسلاً. يعني نصبع واحد نصبع اتنين نصبع تلاية نصبع اربع ونصبع.. نصبع خمسةJE offir نصبع مس من واحد لحد خمسة? ميتا ولا نعمل اليها انت الواكب صوح? يعني مسك نصبع رقب واحد ولا من واحد لحد همسة واحد نصبع Whatever it is for everyone بقية. ايوة نصبعهم كلهم. ماتوا حبيب. انا معاك يا حسنى انا كانت واحكين براف ماش معلش اعمل رون تاني وغير يعني اعمل رون تاني بس باركم تاني عمل في برافو علي كان في حد تاني كان بيسألني عن حاجة ميسر والحفزة هو الحفزة الوقت بتاعك او الواجب انا حاجة انتبعا بتاع المراتي صح بس الواجب بتاع المراتي لأ وكننا قصي ايه في الواجب تعملها فات الواجب المراتي فاتت يعني انا كنت بعت الشيط بقول في ان انا طلبة العملات الحسابية لها طرح وجمع وضرب واسم انتو عملتوهمش اصلا يعني انتو عدتلي حاجات تانية سيحبوا ان انا فكركن النهاردة بالعملات الحسابية لا مثلا عمل طرحة وهو time is with divided. لكن مش عمل plus with minus. احنا اصلا ما كناش بنعملها كده مش بنعملها print. احنا بنعمل العملية الاول بعدم بنطبع الناتج. عشان بص انت لو بصت الناحية التانية كده على الرن بتاعك هو طبع الجملة نفسها ما عملش العملية الحسابية. يعني ما عملش multiply ما عملش plus. هو كتب ان احنا نعمل فلاس بس ما عملهاش. تاهم? انا عملتها يعمل ان هو يجيله ارقام وهو يبقى يعملها طايمز في المخ ودفيدش في المخ وبعدها يبقى يقول الهوما الاتنين بضغط بعضها يبقى كام? لا. ده مش اللي وصلني خالص. احنا طيب اعمل لك share عشان كده تعريبا. او انت عمل share. انت عمل share كده على وجه بتاعك وانا اقول لك عشان تعريبا مش ده اللي انت بموارده لي. اهو يا مساء انا بقول هنا. هلو يكتب اسمه وبعدية هلو عبال اسم وهو كذبا. بعدية انا كاتب الارقام. ماشي فين الناتج يعني هو كده البرنامج مش عارف يطلع الناتج لان انت مش هعمله عمليه حسابية. ده مش ناتج. انت اصلا مش. بص انت انا قولك حاجة. انت هنا انت اصلا مش اقيله يعمل عمليه حسابية انت بس اقيله اطبع اطبع اطبع. تمام? لأ احنا بقى عايزينه هو اللي يعمل عمليه حسابية الواحدة. تعال افكرك ازاي. سمم سمم. شايتين السكرين? كان محمد دخل. انا نشوف تلوقتي محمد. محمد كان تركز اشان الوزء بتاع الامليات الوزائية اللي انت ما حضرتوش. تمام? عموما اي حاد ما حضرش الفاشن اللي فاتت. ازايز الفاشن الاولى يركز جدا في الفاشن لان احنا هنداجها على اول احنا 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 حاضرتك بدأتي عشان مشان عندي مشكلة بس. لا لا يا حبيبي ده بس في اه لا في بعض من زمالك عايزين نراجع على العمليات الحسابية فانا هراجع عليها وبعدان هبقى. نعم خلاص. بس تركزوا كلكم عشان اكيد ده هنحتاج. ما عايزة برضو راجع على العمليات الحسابية. اه طبعا. اي مراجع مفيدة. بصي طيب. اول حاجة علشان اعمل عملية حسابية لازم يبقى عندي ارقامة دخلها في العملية دي. يعني اقول مسلا اكس بيساوي نوعية. بصوا في حاجة اصلا عندنا في البرمجة عموما اسمها كلين كود. كلين كود دي بتقول ان دايما الكود بتاعك يبقى مفهوم للي قدامك. يعني. يعني. ما اقولش هي اكس دي مين. نقول ان اكتر احنا نحن نعي سامي مفهومة. مثلا نوم وان. انا كده افهم ان هي نومبر وان. نقول مثلا نومبر وان او الرقم الاولاني هيكون اثنين. بيساوي اثنين. ونوم مجموع نوم وان بلاس نوم وان بلاس نوم تو. فانا كده بقول له. مجموع هم جوه حاجز منزج. عارفين لما بنحل كده في الرياضة ونقول له. مع احمد خمس جنيهات. ومع مونة اخو نهات. مع المجموع يعني بقرد بقول له ان فيه حاجة يساوي كزا زائد كزا. ده نفس الكلام هنا. اللي كان يقول له المجموع بيساوي كزا زائد كزا. وبعدين اقول له وريني بقى كده المجموع بيساوي ايه. يعني اطبع المجموع. دلوقتي كي حاجة مهمة جدا هفكركم بيها برضو. امتى احط الكلمة كده لوحدها. وامتى احطها بين اقواس. حد عارف الاول يرزهن ده قبل ما اقول. لا ايه. ايه. اقول يا حمد. اقول ان هل يحطينا الاقواس والااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اقول ان هل هو ملقى بصرفين فوق هو هيتبحها كده كلها. بربو عليك يا حنين. بربو. طب يا حنين لو انا اطبع ايه. لو انا عملت رون زي ما هو كده من غير ما حط الاخواس ايه اللي هو يحصل حنين? مش هيتبعها. يعني مش هيولي اي شيء حياس? اه. تعالين قرب. انت اي رأيك الاول يا حمزة؟ لا يا ايه هو مش هيكتب الريزلت. هي تجيلي اللي هي الانصر. انت اي رأيك يا فايرسك? هيا اول ايروش هيا اول ايروش هيا اول ايروش ستارس وحنين ويقولوا هيعمل ايروش وحمزة بيقول لا هو مش هيعمل ايروش هو هيطلع دلوقتي الرزق اللي هي النادي ايه مس هيا اعمل ايروش تعالوا نجرب ونشوف تمام اللي طلع صح طبعا هو حمزة احنا خدنا ده في اول سيشن هو اننا لما ما بحطش علامات بيطبع الحاجة اللي جواها انما لما بحط العلامات اللي هي علامات التنسيس بيطبع الكلمة كلها زي ما هي كأنه مش فاهم اصلا هي جواها ايه بيطبعها زي ما هي طب يا تيتشر ليه لما جرّت ان نطبع حاجة من غير العلامات عمل لنا error ان احنا اكيد في الامر كجربناها وعملت error فعلا زي ما انت قلتوا ليه لان اصلا ما كانش فيه هنا حاجة اسمها result يعني ما كنتوش معرفين مثلا حاجة اسمها password ان مثلا بصتوا انا هنا لو شلت كلمة result دي وحطت اي حاجة تاني قلت له اطبع result هيقول لي error طبعا اصلا ما كيش حاجة اسمها result عشان اطبعها فهمتوا الفكرة ايه يبقى من غير علامات بيطبع المحتوى انما بالعلامات بيطبع الكلمة زي ما هي بالظبط اتفقنا يا شباب اتفق اتفق طبعا بنفس الطريقة بالظبط بنفس الطريقة بالظبط يا حمزة محمد والناس كلها طبعا ممكن نقوم قايلين تاني الآن سغير لي بيطبع وخليها number two minus يعني ممكن نعمل اي عملية ثانية انها number one يا ماش اتفقنا ويكده اتفقنا نقوله اتفقنا يا ماش وقالك ان انا مش فهمة ايه انا مش فهمة اوكي بصي هو ده مش حاجة جديدة زي الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده بنتجع عليها بس تعالي تاني ان نبصت عليها في الاول خالص انا عرفت حاجة اسمها الرقم الاول والرقم التاني اللي هو number one و number two تمام لحد هنا تمام رضي علي تمام تمام بعد كده قلت له اجمعهم وقل لي الناتج تمام اجمعهم number two دول حاجة اسمها الناتج عشان لما انا اجي اسألك ما اقولكش number one plus number two لان انا عايز اقولك الناتج كام اضعهاري في حاجة اسمها الناتج بعد كده قل لي الناتج اللي هي اطبع الناتج لحد هنا انت فهمها لا فهمها ايه فهمها يعني المشكلة في الحتة اللي جاية دي صح ايو انا هنا عملت نفس وقل ليها ثانية بدل ما انا بعمل plus عملت minus بس كده علشان اجرب هي كمان minus شغلة ولا فيها مشكلة وطبعا طبعا اتشغلة وطلعي في هنا سبه تمام يعني هي بس بدل plus minus بس وبعدين قمت طابعة تاني الناتج اوكي يا حبيبي اوكي انا لو بربت اعمل كده تاني بس مثلا في multiply يعني في عملية الضرب بصوا يا جماعة فكاركو برضو عملية الضرب هي النجمة اللي فوق حرف اللي فوق تمانية اللي فوق رقم تمانية النجمة هي ضربة وبعدين اقول له اطبع الناتج خلينا نحط احسن وبعدين كمان ممكن في حاجة اسمها بقول له ان الناتج بيساوي number two divide او مقسوم على number one يبقى كده عملت جمع وطرح ضرب واسم او هنقول بقى print result بس برابة ممتازين بصوا انا دلوقتي بقى لو جت اطبع هيقول لي عشرة ستة عشرة اه ستاشر اربعة النواة الكلها الجمع اتنين وثمانية عشرة الطرح ستة الدرب ستاشر والاسم اربعة حد عنده اي مشكلة؟ فاضل يا حبيبي اي مشكلة؟ اه حملة عامل اوكي تعالوا بقى نشوفوا هنعمل ايه النهاردة انا اطبعت منكم من شوية ان انتم تطبعوا لي من واحد لخمسة بالترتيب عملتوها انا عملتها رقم ايه? رقم ايه تاني؟ في حد ما عرفش يعملها؟ انا اتمنى ما كنت السمع حضرتك أعمل تادي بس ما سأحتاج بالإهد بادي ما سأقول لخد أولي إسوء ترس رو تيتشار ما سأقول لخد أولي ما سأناعمل إهد قصف هؤلاء هؤلاء سأین سأل 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 السأل سأل 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 مين اللي طبعها? مين اللي طبع الارقم الواحد خمسة يعمل شير? طيب يعني ايه نطبع الارقم من واحد لخمسة? يعني حضرتك عايزان نعمل ايه? احنا اصلا ازاي بنتبع رقم على الاسكرين? ازاي اصلا بنطبع رقم على الاسكرين? بنعمل برانت. يبقى انا عايزة نبرانت الارقم من واحد لخمسة. وناخد بالنا ان انا مش عايزة نبرانت جنب بعض لان هما كده يبقوا رقم واحد. انت كده طبع اتناشر الف تلتمية خمسة وستين. انا عايزاهم كل واحد في ساطر. انا عايزاهم يتطبعوا كل واحد في ساطر. يعني اقول له كده? نعمل نفس اللي احنا من عايزة. انا عايزة. انا عايزة. انا عايزة. انما عايزة. انا عايزة. انما عايزة مكمل في سال في السالة. انا عملت برينتو كوسين وان برينتو كوسين كده كل واحد كده فصار ماشي حلو بك وبرده كان في زميل كل هما انتم برده عملتوا ان هما كل هما جنب بعض في بس ايه البكرة ان احنا نسيب مسافات بينهم علشان يباني ان كل رقم تيوم لوحده وان هما مش رقم واحد الواط 10 ألف تمام النهار ده بقه انا اخد حاجة اسمها list عارفين انتو الليستة لما بتبقى في قايمة جواه حاجات كتير يا انا طبعتهم يعني طبعتهم عملت اللي حضرتك قلتين تمام امسحوا بقه ولا امسحوا ولا استاني شوي دلوقتي انا عايزة اعمل حاجة اسمها قائمة او حاجة بتحتوي على مجموعة من الارقام دي ما اعملها ازاي دي في الكود اسمها الري اسمها ايه شباب الري الري في كلمة الري اصلا كده بكده معناها ايه؟ معناها زي قائمة كده او حاجة يعني بتحتوي على شوية حاجة كتير طيب انا اعملها بالكود ازاي اعمل قائمة جواها مجموعة من الحاجات جوا الكود بكتب اي رمز يعني مثلا اقول ان انا دلوقتي اعمل الري ممكن تسموه اي حاجة تانية ممكن دلوقتي نسميه مثلا طلاب تمام؟ علشان الكمبيوتر او علشان الكود يفهم ان دي مجموعة محتويات بتعملها في الاقواس اللي هي المربعة حد فيكم مش عارف يجيب مننا الاقواس المربعة؟ اه عندي اه بعرفة ايه تمام يعني فوق كده على يمين بتدخلوا بقى جوا القصين دول وتكتبوا اللي انتوا عايزينه ومثلا انا عايزة نكتب اه ارقام مثلا بنكتب one two three وانا عايزة نكتب اسماء لان الموضوع بيختلف طبعا لان احنا عرفنا في اول حصة انت اي تكت اي كتابة بنكتبها جوه علامات تنصيص يعني مثلا نكتب مونة وبعدين نعمل فصلة ونفتح الاقواس بسعة الاسم التاني اللي هي مثلا جونت بعدين فصلة حنين نعم نعم محمد وهكذا طب هل الليستة دي ليها حجم معينة مثلا لو كتبت عشر اسماء لو كتبت عشرين اسم ممكن ان هي تخلص او يقول لي لا مفيش مساحة تانية لا مفيش الكلام ده انتوا ممكن تكتبوا الاسماء كلها اللي قاعدين معنا دلوقتي وهيتبقى برضو مساحة عيد ايا ليها مساحة بس المساحة بتاعتها جدا 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 لدرجة ان انت مش تقدر ان تتخلص نعم مفروض اعم كل ده نعم 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 طالب هو حنين ومحمد وحمزة وامد وآدم وفارس وإحمد اعرف اتنين احمد لكنها تستعمر انا لك لابد minute أنا عايزة يقولي أن الطالب الثالث اسمه حنين الطالبة الثالثة اسمها حنين اأعرف أين طالبة الثالث اسمها ايه اصلا هاجيب منين الطالب الثالثة دي. بصوا الشي. شايفين بكتسودتز دي بتقوموا فاتحين برضو نفس الاقواس المربعة. وبتقوموا كتبين الرقم بتاع الحاجة دي. بس في بقى مشكلة. ان في الاري. ابو الصؤال حانين. ان في الاري. يعني مونا سفر. جانا واحد. حانين اتنين. محمد تلاتة. حان حانين حاجة? علشان كده لما قلت له اتباعلي الطالب رقم اتنين. فطبع حانين. ليه? ان سفر واحد اتنين. تمام? جماعة مش لازم تكتبوا نفس اللي كانت بانت وممكن تكتبوا نصفه. عشان كنت عايزة اكتب اسماء كلها. يعني من باب الاتندنس يعني عشان. ما جايكتب الاتندنس ماكتبش من الاول. لعلى لو في حد انه شايف اسمه يقول لي. يعني نقدر نكتب اي اصلا. ممكن تكتبي مسلا. اه طبعا. ممكن تكتبي اي حاجة. ممكن اسماء. ممكن اي حاجة انت عايزة. طيب لو ميرنا. يلا يا شباب بقى نركز شوية. يعني نعملها بنفس الطريقة دي. وهي دي اصلا طريقتها. انت بتكتبي الحاجة اسمها ايه? وبعدين بتعملي ساوي. وبعدين بتعملي اقواص مربعة وتكتبي جوه اي عدد من الحاجات انت عايزها. تمام? بعدين بقى انت بتحددي انا عايزة اطبع الحاجة كلها لياه استودنت مسلا كلها. او عايزة اطبع الستودنت بس هاتلي رقم اثنين منها مثلا او هاتلي رقم ثلاثة. تمام? تمام. تمام يا مونة? طب يا مونة اسألك سؤال. هو هنا لو قال لي. يعني بص انا دلوقتي لو غيرت رقم اثنين اللي جوه ده. وخليته رقم خمسة. هيتبع لي اني اسم. مونة اللي جاوه. هيتبع لي اسم اي مونة? احمد. مونة? هيتبع لي اسم احمد. طيب ليه مش هيتبع اسم حمزة مع ان حمزة هو المكان ده رقم خمسة. عمشان انا زيرو بعدين جوه انا واحد. بعدين حنين ثلاثة. بعدين. بعدين محمد ارداء. بعدين حمزة يا مونة. بطورة. بروغو عليك يا مونة مركزة وشوفت جايبتي صح. اتفضل ليه فايرس عندك سؤال? ها? ورا عمزة بغير بحط اخوص وربع وصبط اتبعي عليك. قول تاني كده? انا حطيتها بحطيتش اي حاجة علامات التنصيص وبعدين كتبت الاسمين وعلامات التنصيص كمان. اعمل الشير? قصدك واحنا بنكتب الري ما عملتش الاكواس المربعة? او اعمل شير. انا اعمل شير. ايو ايو اعمل شير. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت قصدك يعني شكل الاكواس متغير عندك اعملتش حاجة ثانية جراء الاكواس المربعة او انت قصدك ايه؟ شان لسه مظهرش عندك لو قصدك كده فاوا الري ممكن تعمل بالطريقتين عادي بس حطة القص المربعة ده ببقى ليه مميزات ثانية هنعرفها قدامي بس انا الشاشة بتاعتك عندي تظهروا إن رسطة الكودية نمش مكتوبة تشعر فعلا ويش عايزة كامل كتابة ايه؟ اعملش ثواني ويوريني حاجة اقرف شوية طيب اوه انت اصلا اللي عاملة انت قفلت اوه ده خرج يا مصر طبعا يا مصر اشيل يعني برنت الارقام اللي انت قلتها لان ولي ثاني طيب عشان صوتك قطع في المصر يا مصر اشيل برنت وان تو سري فور فاك اوه عادي عادي امشي تخصها معاك بحاجة انت شليها احطيها عادي اوه عادي تمام مصر هوا احنا نعمل مسافة بعدو كما اوه بكما تيتشر عني نعمل اللي هي الخامسة دي اوه نعمل ايه بقى ماش بقولك ماش نعمل مسافة ابل بكما وبعد بكما لا مش لازم مش هتفرض ثاني كده كده هتطريع عادي يعني لو عملتش مسافة عادي اوه عادي مشا مصر كده صح يا تيتشر قولي حانين. كده صح بس بس. بس انت بتقوليله اطبع رقم خمسة. انت لو عدتي هنا انت تصل للرقم خمسة. انا ممكن اقصير لحضرتك عشان يعني. عشان اعرفه ولا انا عملاه صح ولا غلط. بقول لها احنا كنا كاتبين ايه. لحدي يعني ما عملش ايه. بس يا شباب احنا مش لازم نكتب بالزبط فانتوا ممكن تفتكروا احنا كنا كاتبين ايه? لحدي يعني ما عملش ايه. تمام. تمام. بصي. انت لما عملت رون قالك ايه? قالك ايه رون. صح. صح طبعا. رجعي بقى ثاني. هتلاقي انت بتقوليله ويطبع حاجة مش موجودة. اللي هي student of four. انت قصلا ما عنديكش حاجة انت معرفوها اسمها student. بصي فوق كده اللي انت معرفوها اسمه ايه? student is. اخيرها اس. برابو. استعجل عراني. استعجل عراني. يعني. يعني احنا مسلم. ماش. بصي. طب ثانية واحد. اولا انت الكلمات نفسها مش حطاها بين اقواس خالص. يعني انا كنت عامل اقواس مربعة وزميلك كان عامل اقواس دائرية واللي اتنين اشتغلوا. الكلمات نفسها اللي هي جانا مونع راء رماس. دول لازم بين اقواس. تمام. وتحت برضو. بعد جود مش بنحط فاصلة عشان هي اخر واحدة بنحط القوس بقى. بنقفلها يا. تمام. برضو نفس الكلام في الاربعة بنحطها بين اقواس مربعة. يا بنتي. يا بنتي استنيني طبعا كم? الاربعة ايوة بين اقواس مربعة الاول يا بنتي. الاربعة بس اللي بين اقواس مربعة. انما برنت عادي. برنت في اقواس مدورة عادي. ايوة عملي بقى قوس مربعة. ايوة برافو عليكي. قوس مربعة تاني. اقفلي بقى القوس بتاع البرنت. قوس البرنت شكله. برافو عليك. يلا عملي رون كده. حمد رون. كده صح برافو عليكي. عمزة بطاعة. اقفلي برا. ايوة. ايوة. برافو. انتزحني. نعم. شكرا. شكرا. ايوة. عملي برافو. انتزحني. يا سيد. ماشي انت بتا ملشير؟ أوسى صوري بعض التشبس ماشي هو محمد أحمد غير محمد إبراهيم محمد أحمد من تأول سيشن؟ ماشي احنا شغلنا على طول أونباين اسمها بيو جرام آي زاد دي عامل عليها البرنامج برشان الحجم والمشاكل اللي بفتح صح يا صح أنا بحمل البرنامج و هل شغل أبدا؟ بحمل البرنامج ببيتون؟ اللي هو بايت شارم؟ أوه أنا حملته و هنشتغل على إبدا هنشتغل عليه في الآخر عشان نحتاجينه في الآخر بس طبعا لجب أنه كل يكون محملين طبعا مولا محملت ماشي ايه اللي احنا نحمله؟ خارس انت خرجت داني طيب قول تاني كده معلش؟ و ايه اللي سنحمله؟ برنامج اللي انا قلت عليه في الأول خالص اللي هو اسمه بايت شارم اسمه بايت شارم قلت طريق تعمل بتاع المسكين بايت شارم كنت بعت فيديو بنحمل الأول حاجة اسمها بايثون وبعدين بنحمل بايشارم المهم انا كنت عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا وهي ان انا لما بياخد من الوزر ارقام يعني انا عارفة انها ارقام انا عمي حسابية بعد كده طب اقول له ان انا مثلا انا اخد منه نمبر وان مش هانا اللي هكتبه طب اقول له بدل كلمة انبوت احنا عمين لما بياخد من الوزر حاجة باكتب انبوت هنا بقى بكتب له انت انبوت تمام؟ انت دي معناها ايه؟ معناها انتجر او رقم اي انت انبوت نمبر وان يعني دخل رقم واحد تمام؟ فهنا عمي يطلب مني دخل رقم واحد فهقول له مثلا رقم واحد هو اثنين ممكن بقى اكمل في الكود مسلا واقول له دخلي كمان رقم كمان واعمل لك عليه عملية حسابية طب ده ايه لازمته؟ ده لازمته ان انت تخلي اليوزر هو اللي متحكم في العملية الحسابية مش انت اللي بتقول له اثنين وثلاثة خمسة لا انا عايز ادخلك انا الاثنين وانا اللي دخل لك ثلاثة خمسة فبالتالي سأقول له ان الريزلت بصلا انا لا اعرفش اصلا ايه الارقام اللي اليوزر هيدخلها اقوم ايه لان الريزلت هيساوي نمبر وان اللي اليوزر لسه مدخلوش زائد نمبر تو اللي برضو اليوزر لسه مدخلوش وهنا اضبعه هي الحتة دي اصلا ما فيهاش اي زيادة غير ان احنا لما نيجي ناخد ارقام من اليوزر بنحط قبلها انت تمام? بص انا مش فهمة قوينة بصي الفكرة بص انا هشلك دلوقتي انت عشان تتكلميني لو شكتلك كلمة انت وخليتها عايزة انا بقوله دخل رقم واحد وتحت بقوله دخل رقم اثنين وبعدين بقوله اجمع لي رقم واحد واثنين واطبع لمستخدم النتيجة تعالي كده نجرب رقم واحد انا هقوله انه هو ستة ورقم اثنين هقوله انه هو سبعة بصي لما جيه اطبع هتطوم لي جنب بعض الليه بقى؟ عشان انا اصلا يا حنين مش فهم ان دي ارقام فهم انها كلام لان انت مدخلها ليك ارقام هوا ناسا ما اتكلمش ايه؟ هوا ناسا ما اتكلمتش هوا ناسا ما اتكلمتش هوا من مين اللي قال لا انا مش فهم انا اجب ان اتكلم اتكلم نهر كومبوم هتطلق في الاول كلمة انت